السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتكلم عن شابتر 3 بكتاب اللغة اللي هو يتكلم عن الفانتكس والفانالوجي اللي هو علم الصوت والآخره طبعا بالبدأ يعدنا تعريف الفانتكس is the general study of the characteristics of speech sound يعني وهو علم دراسة علم دراسة خصائص الأصوات وعملية نطقهم وإلى آخره يعني الآن أنا عندي هواي علوم بالحياة واحد منه علوم يسمى بعلم الفانتكس هذا العلم يختص بدراسة الصوت فلون انتوج الصوت فلون انسولف وإلى آخره من هذه الأمور طبعا هذا علم الفانتكس يتقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول اللي هو articulatory phonetics القسم الثاني اللي هو الاكوستيك فانتكس والقسم الثالث اللي هو auditory فانتكس طبعا من نقول articulatory من اسمه يعني عملية النطق يعني أنا كإنسان لمن أريد أتكلم الحد شي كأنا متكلم الآن إذن الرجال لمن يتكلم أو الشخص لمن يتكلم نقول شلون يتكون الكلام أما الاكوستيك شلون ينتقل الكلام نقل الهواء أو نقل للصوت و بعدين استلام الهواء ثلاثة تعريف كل مهمات ممكن يجينا سؤال ما هي المهمات أو تقسم الى فوناتيكس و تقسم الى ثلاثة أعرف عن المصوت و انطف ثلاثة أنواع من عند طيب بعدين هناك شغلة مهمة رح نجهس على نحن شرحنا الفوناتيكس هو المصوت طيب علم الصوت من هنا يتكون ما هو عبارة عن أصوات اللي يسمونهم الأصوات اللي هم الفونمس طيب هاي الفونمس اللي هي تقسم الى قسمه قسم consonant وقسم vowel الكنسنت اللي هي الأصوات الصحيحة اللي هم الأصوات الأعداد الصحيحة اللي يكون عددهم باللغة الإنجليزية 24 صوت هذول 24 صوت يتقسمون نقسمهم الى الاهتزاز و الى place of articulation يعني مكان الصوت مين طلع هذا الصوت من أي منطقة هل هو شفائي هل هو شفائي هل هو دنتل أسناني المنر يعني طريقة النضق هل هي طريقة وقفية اهتزازية هل هي طريقة انزلاقية و الى آخره طيب نأتي اولا احنا رح نجعله الفويزنج الفويزنج يعني اهتزاز الحبالة الصوتية أنا عندي vocal cords هنا هاي الى vocal cords اللي هي الحبالة الصوتية طبعا هذا الرسم أنا أنصح حفظه لو اجينا الى vocal cords اللي هي الحبالة الصوتية هاي الى غلوتس عندنا هالغلوتس هي فتحه داخل الحبالة الصوتية الفوكال cords اللي هي الحبالة الصوتية ذنني هاي الحبالة الصوتية هاي هي يعني انشونا الشباتش لما ينفتح و ينسد يتسبب اهتزاز فلما يكون اهتزاز راح يكون الصوت يسمونه Voiced لما ماكو اهتزاز نسميه Voiceless هذا الرسم مهم جدا الدنتل طبعا هذا اللسان اكيد معروف والتنغ هذا هو النيزل كفتة هاي المنطقة الانفية كليتها هاي المنطقة الفموية هاي كله نحفظ مناطق طبعا اللي اجينا الى هنا طبعا هاي الشفاه والاسنان معروفات يعني الافل الرج هاي المنطقة تسمى الافل الرج وهاي المنطقة تسمى الهارد بلتس أو البلاتر و هاي المنطقة الاخيرة اللي يسمونها الفيلم أو softballet ولا يسمونها أو البلر نفس الشي الفيلم أو البلر أو softballot نفس الشي هاي منطقةثية عم المنطقة trend يقومون till هذه المنطقة الفموية وهي الفوغل يعني المنطقة الانفية منطقة الخشم الى اخرها نيزل كفتة كافيتي يعني منطقة نيزل يعني الفية هذا المخطط كلاش ينصي حفظة طيب نحت الآن النظام للحراب نتحدث ها الحبار الصوتي يردنا مثل الشباك اذا اقتربت من بعضها لبعض شن فردتين شباك مثلا من اقول زجز هيتش يقول ثاني الكارز يسكنا على داخل عن الماضي التساوص درجاع التلفر فهيج يعني لمن اكو اهتزاز للحبال The vocal cords لمن يكون عندي اهتزاز بيها يكون اكو هزه عند القصبة الهوائية The vocal cords are down together شني يعني are down together يعني تقترب من بعضها شلون الشباش لمن يقترب من بعضها Air of round legs repeatedly بش them apart passes through the vibration اذا رح يكون عندي اهتزاز اذا العبار الصوتي مرة تكون بيها اهتزاز و مرة يكون بيها اهتزاز حسب الصوت طيب طبعا هذا المخطط يوضحنا متى يكون الصوت يحتوي على اهتزاز و متى مخطط كلش مهم و ينحافظ يقولك هنا مثلا هذا الفوق طبعا الفوق يقصد بي place of articulation وهذا اللي بتجاه منا يسمونه manner of articulation اللي هي طريقة النطب طيب الان لو اجت على صوت الب صوت الب صفاته انه هو شنوه اولا بايليبير شفوي لانه يخرج من خلال شفاء با با وتوقفي لانه عند عملية نطقه وتوقفي اذا place of articulation multi by libyal وال manner of articulation multi stop طيب طبعا هو هذا انا حتى هذا هو حتى مقسم لك يا انا قال لك هذا ما يكون بيهتزاز با با ماكو بيهتزاز بينما هذا با 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 بيهتزاز حتى هو مقسم يعني بعدين يعني هس اي صوت خلينا نختار هذا الصوت نه هذا الصوت صفاته اولا انه هو نيزل نيزل انفي وثانين هو الفيلر لانه يخرج من خلال منطقة الالفيلر رجل مثلا ذلك قال لك صوت الك كهو ذلر وهو بستوب والاخير هين هذا المخطه غير نحفظ طيب شون يجيب الامتحانات ممكن يجينا فراغات صح وخطأ ممكن يجيب لي الصوت ويقل لي اريد صفاته قال لنا ثيه شون الصفاته تقول لي يا ابا دانتل وويسلس وفريغاتيبس هيتش عندنا الافريغاتس اللي هما فقط اثنين اللي هما تشير بجيه تشير بجيه هذول الصوتين وهذا اذا انا معرفين قيل لك البايليبيال هما با با كذا وهذا التعريف ما البايليبيال اللي هو شفوي لبيو دنتل اللي هوا الشفاه مع الأسنان Mobutorial يعني الشفاه وأسنان بلاتل عن المحافظة من الغلوتس وهو فقط نحفظ فقط التعريف ملتن منطقة هنا تفاصيل بعد يقال لك هنا ما عندنا فعل تفشي انا انصح فقط حفظ التعاريف وهنا نخذ عليه الأمثلة اما هذه الأمور فليس مهمة هنا ملاحظة قال لك هذا الصوت يقال لك مو شائع جدا قليل جدا وهي طبعاً منطع عليه المثال مثلاً هذا صوت الجي هيج يعني على كل صوت مطني مثال يعني اعتقد وضحات يعني مثلاً قائك واحد ما يعرف بقيم هذا صوت الانغ انغ 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 طبعاً دائماً يجينا على شكل ing بالاخير sing انغ هيج القلوتر اللي هو صوت الجي وهذا المخلطط ايضاً عايدة مرة اخرى طيب هس احنا خذنا الكونسلنت راح نجي هسه راح ناخذ طبعاً هو مقسم بالبداية انه هسه منطع تعريف الستوب منطع تعريف الستوب شارحاً يعني قيل لك مثلاً منطع امثلة عليهن الأفريقاتف منطع تعريف الافريقاتف هاي تعريف كلش مهم الافريقاتف قلنا اللي هي احتكاكية يصير بها اتزاز the combination of a brief stop and the obstruction air goes from the friction اذن راح كون هنالك اتزاز النيزل اللي هي الاصوات الانفية ايضاً تعريف مهم ممكن يجيني بالامتحان بها هنا هذا هذا المخطط ما انصح قراته قراءة الجدول الاول و خلاص كاف لان هو هذا نفسه يعني ليش اجي احفظ المه هو ما هو نفسه أصلاً بالجدول اخذناه احنا ونطينا كل صوت ليش نجح نحفظ نفسه ما يحتاج The tongue is curled يصير شكله ره ره يتقوص شكل اللسان يعني طيب هنا ممكن يجيك سؤال يقولك كيف تصف اول صوت مثلا صوت الره ايش لو نصف صوت الره هنا يابع هذا هو فويس ديكون الفيلر ولكوت يعني موضوع بسيط يعني ابدا ماكو صعوب ان شاء الله وكله على المخطط الاول صراحة ما انصح نقض بني لان هل انا راح يصيرا فقط يعني تعب عليكم فاخبوا احفظ الجدول الاول وخلاص كلش كافي الجدول الاول كلش كافي طيب احنا اخذنا الكونسنت هالصراح ناخذ الفاول احنا الفاول قسمناه الكونسنت قسمناه الى ثلاثة تقاسيم اللي هم شمه اللي هو تقسيم وفقا لي اهتزاز هل هو صوت اهتز ووفقا لي طريقة النطق manner of articulation وبعدين اخذنا الى place of articulation فكل صوت الى ثلاثة صفات انه هو ياما يكون voiced او voiced ياما يكون manner of articulation مالتا شنوه او كذا هاي ثلاثة صفات هسا راح ناخذ العلة العلة هم بثلاثة الصفات شون يعني ثلاثة صفات اولا اولا ارتفاع اللسان هل هو مرتفع من خفر ثانيا ثانيا مكان اللسان هل هو الى الامام front back ثالثا شكل الشفاء اذا من اريد ان نقسم الصوات العلة طبعا هذا المخطط مالتين لو اجيت على هذا الصوت صوت الآ هذا الصوت شون الصفاته صوته front وهاي هذا الصوت وهاي فهذا هو المقصود به طيب طبعا طبعا بالنسبة لي العلة هذا الصوت العلة طبنا هذا المخطط مثل ما نشوفها قدامنا وهذا هنا شوف شوف شون اللي يقول لك ارتفاع اللسان شوف هنا هذا هنا شوف هنا لو هنا مد وهنا هاي شوف اللسان هنا هذا شوف نازل لي جوه هنا نص وهنا مرفوع لي فوق جدا اللي هو هاي مكتوب هنا ما نعلاقه بالأزرق نحن نحكي على هذا اللسان هاي هذا اللسان شوف هنا شوف شون صاير لي فوق مرفوع لي فوق هاي بينما هنا عن نص وهنا يعني شوف الفتحة هنا صارت شبيرة حالة لانه منخفض بينما هنا صارت عن نص وهنا زغرة الفتحة لانه اللسان يكون مرتفع لي فوق فهي تشيح شوفها حتى الاصوات يعني ممكن يجيب لهذا الصوت يقول له اريد هذا الرسم فضرور جدا نرسم يعني انه هذا صوت ال 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 صوت ال الكي والإي والسي صوت الإي وهذا صوت ال كما في كلمة لهذا يكون أقصر من هذا لذلك يكون وسط وعندنا هذا يعني صوت ال اللسان يكون نازل لي جوه حتى لما تنطق هسا ساة بان وعلى أخرين هو طبعا حتى نقسم اليهان هذا المخطط مثل مثل ما هذا مثل هذا يعني إذا نحفظ هذا كل شيء كافي نفس هذا نفسه ونفسه يعني حتى نقسم لك كهر مارثان خبرا نحفظ هذا الجدول الأول وناخذ كل الصفات من عنده إذا جاءنا هذا الصوت نقول له فرونت كذا وإلى أخير وإلى أخيري فالموضوع بسيط وطبعا هاي المجموعة هي تكون هنا ذن المجموعة أيها المجموعة دائما يكون هي الـ Round الشفاة تكون بها دائريا هسا هذا الصوت الـ O دائريا أوو 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 وإلى آخر كله من هذه المجموعة صير الأصوات دائريا اللسان يكون فيها الشفاة تكون بها دائريا طيب احنا أمثلة ضرورة نحفظ أمثلة يعني على كل صوت مثال ضروري جدا على كل صوت نحفظ مثال طراح الأمثلة بالـ سلايد حستها صعبة لذلك هاي أمثلة أسهل وأرتب هو فقط يريد مثال الأستاذ بالأخير يعني ممكن يقول انطيك صوت وريد مثال أو مثلا شون موجودي يعني فأنا منطي لكل صوت مثال هنا أسهل أعتقد منطي الشورت فاول أصوات العلة القصيرة وكذلك عندنا اللونغ فاول كذلك منطيهن مقسمهن أيضا حتى يعني واحد يشوف قدامه واضحات ملونات ومرتبات كذلك هذه اللونغ فاول على كل صوت منطيهن عليه مثال حاول نحفظ على كل صوت مثال يعني احنا حاليا ما قاعد ندرس علم الصوت حتى نركز على كل صوت وعملية رسم الصوتي احنا حاليا قاعد ندرس يعني علم اللغة اللي هو الصوت فرع من عنده فما ما بضرورة تجد لازم نعرف كل صوت وشلون ننطقه وإلى خيره هذا الأمور ما نحتاجه يعني ما نحتاجه خصصا خصوصا انه احنا فقط وهي أمثلة كثيرة جدا اللي يحب يتعلم بعد يحفظها مثله مثل ما نشوف قدامه طبعا اذا واحد يحب يطور نفسه بالصوت وإلى خيره فاني شارح على اليوتيوب كورس كامل اسمه كيف تتعلم الرسم الصوتي فاذا واحد يحب يتعلم رسم صوتي وطور من عنده عادي يقدر يشوفنا على اليوتيوب كاملاته كل هاي الأمثلة مثل ما نشوف حتى ما ننطق عليه الملاحظات وشلون ننطقن وإلى خيره مثل ما أنا قلت لكم سبحان الله شاهدا مش انت عرف يعني هو الأستاذ يحط هاي الخط يعني أنا أعرف هاي المعلومة من عندي وقلتها وسبحان الله طلعتها وحطتها هو الأستاذ نحط قاعد ذني هاي المجموعة مجرخط عليه نقول يا بذني اللي يكون بيها الشفاه دائريه وهذا المخطط كل نفس الحكي بعد ما عدنا أي سوال ما عدنا أي سوال هذا وكل ما موجود بالنسبة للشابتر أفا للصراحة شابتر حلو يحتاج شوية قراية ويحتاج شوية واحد يتعب تعريف الديف ثانكس مهم جدا لازم نحفظه إنه هو كمبنشن أوب تو سانس يعني إذا هو عبارة عن دمج صوتين مع بعض هذا خاف يجينا تعريف أو فراغ صراحة فصل سهل وحلو بس شوية هاي رد لاحفظي إراد القراية فنتفرق عليه من القراية وآني بالنسبة لي موجود أي سؤال أو استفسار